معنا ضمن برنامجنا لليوم استاذة محمود الخالد مدرب متخصص بحماية الطفل والصحة النفسية يسعد صباحك يسعد صباحك لما نقول مدرب حماية الطفل والصحة النفسية يعني الصحة النفسية السليمة هي نقطة كتير مهمة بتربية الطفل اليوم والمشكلة خصوصاً للأباء الجداد لما يكون عندهم طفل جديد دائماً اللي حواليك فيه إسقاطات تعالى أنا ربيت أنا عندي خمسة ولادة عمل خلينا نحكي عن القصص الصحيحة يعني دائماً بيقولولك بلش معه من أول سنة يعني لما يطبق السنة بيفوت بعامه الثاني هون بيبلش بقى يكتشف العالم من حوله بيعرف نوعاً ما لما تقوله هيدا الشيء مثلاً واوا أو كيف فيني فعلاً أنا بلش مع طفلي بطرق صحيحة بعيداً عن تجارب الآخرين لأنه بالأخير تجربتك الخاصة هي بتكون المفتاح الأساسي وبنفس الوقت لتكون في عندي صحة نفسية سليمة لهيدا الطفل صحيح أول شيء صعد صباحكم اليوم كتير مهم دور الأهالي ليعرفوا الفئة العمرية اللي فيها ابنهم يعني اليوم نحن لما عم نقول طفل من عمر صفر لعمر سنتين خلينا نسميها من الولادة لعمر سنتين اليوم الطفل بهذا العمر هو ما نومدرك حقيقةً للشيء اللي عم يتصرفه يعني الشيء اللي عم يتصرفه فإنه يجي على شيء زاز يكثره أو على شيء حرارة نار أو أي شيء فهو ما بيعرف شو هذا الشيء تمام؟ فاليوم في بعض التصرفات الغلط اللي بيتصرفوها الأهالي اللي هي أنه أنا بمسك الطفل أنا مثلا ممكن أني أنا أضربه على إيده أو أني أنا أحرق له إيده بشمعة أو هاي تفاصيل اليوم هي تصرفات كتير خطأ لأنه هي بتأذي الطفل عملياً يعني أنت الشيء اللي لازم تتصرفه مثلا بهذه الفئة العمرية هو أنك تصرف نظر الطفل عن هاي الشغلات تمام؟ بعد ما تصرف نظر يعني أنت اليوم عم يجي بده يكسر كاسة بده يقرب على نار فأنا لازم أحمل هذا الطفل خيئ إلى المحيط تمام؟ أحمل هذا الطفل وأبعده يعني أبعده عن مكان هذا الأذى وبعدين لاحقاً أنا فهموا أنه ليش هذا الشيء مؤذي يعني طبعاً هذا بكتفهمه بعد عمر سنة سنة ونص لا تقدر تشرح له أنه ليش هذا الشيء مؤذي بالحوار نعم فقط لغير يعني كنا عم نحكي بالمقدمة أنه العقاب له أشكال معينة وهو من أركان التربية يعني ما فينا نقول أنه إذا ما في عقاب أو توبيخ للأطفال عن شيء غلط يعني هي أساس تربية عندنا في مجتمعاتنا لكن أحياناً بيكون العقاب قاس لبعض الأسر وعم نشوف الشيء نتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كتير مؤذية للنفسية حتى نحن عم نتأثر لما عم نشوف وعم بيأثر على الطفل بشكل سلبي اليوم خلينا نحكي عن العقاب وليش منتشر هذا العنف اليوم عن بعض الأسر للأسف طبعاً ظهرت بالفترة الأخيرة بعض المقاطع على مقاطع التواصل الاجتماعي طرق عقاب للأطفال هي طرق عقاب وحشية خلينا نسميها لأنه بصراحة شيء مؤلم اليوم خلينا نكون كمان شوي بعاد عن موضوع العقاب يعني لأنه حتى يعني العقاب هي ناحية سلبية بتربية الطفل اليوم تربية الطفل متجهة إلى التربية الطفل الإيجابية التربية الإيجابية اليوم لازم كل شيء له علاقة بالنفي أو باللأ لازم نحن قدر المستطاع نبعد عنه نستعيد عنه بالجانب الإيجابي اليوم في عنا يعني بعض أساليب العقاب اللي نحن سمعنا عنه ممكن تأثر كتير سلباً بحياة الطفل على المدى الطويل وبشخصيته يعني اليوم أنا الناس اللي عم تلجأ للعنف اللفظي بس في بعض الدكات الرئاسفة على مقاطعتك بيقول لك لازم تبلش معه مش بالعقاب السواب الحزم نوعاً ما شوي الحزم غير العقاب يعني أنه مثلاً مع بداية تعامل الثاني مثلاً أنا يعني أنه هذا غلط بيبلش يعرف نوعاً ما يتلمس المحيط يعني يدرك بعض الأصص الموجودة هون ساعتها أنا ما بقول أني أنا أحزم أنا ما كون ممدي عاقبه أنا بدي يكون حازم معه بوضع قواعد بوضع قواعد لأننا نتبع أما نحن اليوم أنا بس بدي يقول على أنواع العقاب وشو ممكن العقاب المؤذي شو ممكن يروح فيه للطفل اليوم أنت الضرب الأذى اللفظي ممكن يسبب ضعف شخصية الطفل ممكن يمارس هذا الأذى على أقرانه أقرانه بالعمير عبو معه بالحارة على أقرانه بالمدرسة ممكن يسبب ضعف شخصيته بالنهاية ممكن بغياب الأهل يمارس هذا الشيء اللي يتمارس عليه يعني اليوم هو كمان فيه شيء كثير سيء الأهل ما بتنتبه لهم اللي هو حينظر لأهله نظرة بغض لأنه هنن دائماً وأبداً يعني أي شيء عم يعملوا إن كان صح أو إن كان غرط فهنن عم يضربوه أو عم يأزوه نحن اليوم لازم نقوم بالحالة العكسية اليوم نحن لازم ننتبه إلى التربية الإيجابية كيف بدنا نتفه هل نحكي عن القواعد الأساسية للتربية الإيجابية لما بلش هلأ أنا عندي الطفل عمره سنة وخمسة شهور فيه مسئولية جداً كبيرة على عاطق الأم أكثر من الأب لسبب غياب الأب لساعات طويلة بالعمل وحتى الأم العاملة فيه عنده حالة تأنيف ضمير اللي تجي يتعوضه بطريقة معينة مع هيدا الطفل تحسسه بوجوده أنا كيف بدي بلش مع بنتي سنة وخمسة شهور هلأ بلشت تعرف مثلاً هيدا ما بيصير مثلاً تعرف إنه الكهرباء غلط بس من طريقة الحزن من طريقة النظرة بس بنفس الوقت طريقة إيجابية ما تأثر على نفسيها لأن الطفل اليوم سفنجة أي شيء بيمتصه بيمتصه من المحيط اللي حواليه يعني هو مراية أهله فينا نقول اليوم حكيتي كلمة كتير صحيحة اليوم بدنا نبلش من هاي الناحية اليوم ما فيني أنا اليوم كأهل أنا بدي أطلب بدي أحاور ابني وشوف الأب والأم هنا انتناتهم عم يتخانقوا مع بعض بده أول قاعدة بده يكون الأب والأم التفقين على قواعد ثابتة ما بتتغير بتربية الطفل اليوم الحوار والنقاش مع الطفل هو أمر دوري لازم يكون بين الأهل يعني أنا اليوم لازم جيب ابني حط له مجموعة قواعد مجموعة من القواعد لا ينفذها أو خليه لا يلتزم فيها هاي القواعد إذا تنفذت إذا تنفذت فأنا رح أعزز له إياها بالمكافأة أو بالثواب مثل ما بيسموها اليوم إذا ما تنفذت فأنا اليوم بدي نوهله عليها إنه أنا كنت بحب أنك أنت تساويهم لأن هذا الشيء رح يزعلني منك لو أنت ما ساويتهم فأنت محروم حتى لفظ الكلمة اليوم ممكن يؤدي لحالة نفسية سيئة اليوم أنت ما نفذت فأنت محروم من الطلعة كأنه ريبوت أو مثلا ممكن أنا لأنه هو ما نفذ فأنا قلت له خبط لزق أنت اليوم محروم من الطلعة أنا ما قلت له شو سبب الحرمان لازم كثير كثير ضروري أنك أنت تشرح له شو سبب الحرمان أنت اليوم ما رح تلعب بألعابك لأنه لأنه أنت ما ضبيتهم مع أنه نحنا متفقين أنك أنت تضبهم ولو ضبيتهم كنت أنا رحب كثير هذا الشي منك فيني عزز له شغلات إيجابية أنه حلو كثير أنك تشارك ألعابك مع رفقاتك بس ما فيني يجي يقول له أنت محروم من ألعابك لأنك ما شاركتم مع رفقاتك يعني خلينا دائما نحنا نعزز الإيجابي الإيجابي أكتر من السلبي اليوم فينا كتير نعتمد أساليب سلسل مع الأطفال اللي هي التركيز على الإيجابيات ودعمها يعني اليوم أنا كل تصرف إيجابي بيتصرفه تركيز على فعله الإيجابي يعني فعله مش ركز على السلبي عنده ركز على الإيجابي يعني اليوم هو عمل شغلة كتير حلوة فأنا كتير صح وكتير ضروري أن يضويله عليها تمام؟ هلأ تكراري الإيجابي ما بيمنعك أنك أنت تتجاهل السلبي لأنه هذا خطير يعني اليوم أنت هو بيعمل إي شغلات إيجابية بيخافر السلبي تجاه الطفل لأنه أنا في فردة الفعل على أساسه ببني تماماً يعني أنت اليوم أنت برافو عملت هيك برافو عملت هيك بس أنت في عنده بعض التصرفات السلبية فهو أنت بتقول يلا منيح برافو يعني بس هو كتير منيح بهاي الشغلات لأنه نحن وإياك عم نحكي أستاذ كتير شغلات ومعلومات بس خلينا نشفع أرض الواقع الآباء كيف يتعاملوا كمان مع أولادهم بهالاستطلاع وراجعين نكمل يلا موسيقى العقاب بده يرتبط بنوع الخطأ اللي يرتكبوا إذا خطأ مثلاً ممكن يتقوم بتوجيه بنصيحة بيكون هيك أما خطأ بحاجة العقاب الجسدي يعني ما عد فيه هلا بهذا الزمن أنه عقاب جسدي بأعتقد ما عد فيه داعي للعقاب الجسدي الكلمة صارت بتأثر أكتر بالطفل بهذا الوقت بتأثر بالطفل أكتر من مليون عصى أو عقاب جسدي الكلمة أفضل الكلمة أفضل أول شي أنا يعني بأخذ موقف من هالشي اللي عملوه بعدين في حرمان من شغلة بيحبوها يعني هي شغلة أساسية بالبيت بعدين يعني آخر شي بعد كم ساعات الحالة هي بتجي بتعتذار وأنا بقول له يعني هي آخر مرة آخر مرة أحرمون من الخرجية أحرمون مثلا من أي شغلة من لعبة من أمور يعني هي مشانة ليه يزال تزم الأمر يعني شي ضربة خفيفة الحياة تغيرت مو متل قبل أنه أنت أوكي ما كان في هي التكنولوجيا ما كان في أنه أنت تحط الطفل على آيباد أول أهالي يعني زمان ما كانوا لا في آيباد ولا في شي فأنتي بدك بعدين الطفل طاقة يعني لعمري تقريبا تسع لصف التاسع هذا طاقة أنت ما فيك توقفي وتحدي على كيفك أنت أنت ما فيك مثلا أنه هذا الطفل بده يلعب بده يفرغ هاي الطاقة هاي الطاقة وين بده يفرغه شفتي هلأ كورونا ولا في ملاهي ما في كذا أوكي لعبتي على آيباد شوي كمان بدي تحطي بحسابك أنه هذا في عنده عيون في عنده نظر بده يتعبوه لا أنت بدك تلاقي وسائل ثانية أنت تلعبي فيها أنت تلاقي شغلات أنت تلعبي فيها كل الأمهات بيتحجج وما في وقت وما فيه لا في وقت أنت بدل ما تعدي على الفيسبوك ساعة ساعتين أو على الواتس أو تحكي جارتك أو أمك أختك كذا لا ابنك بأحق حلو يعني الواحد يكون شديد شوي على ابنه بس مو ضرب ضرب يعني شي عقوبة وتنبيه يعني ما مشي معك بالتنبيه وبضق هاي يعني بجوز إنك تضربي كف كفين قادي هلا أكيد يعني ما بضربه أو بصرخ عليه بس بعلمه أنه هايدي غلط هايدي صح عرفت علي كيف هيك بها الطريقة بس أنه ما بضربه أو بقص عليه أو شيء زينب يمكن كنا عم نتابع مع حضرتك آراء بعض الأباء والأمهات ونوعا ما فيه بعض الناس من فتح عدد التربية الإيجابية بس استغربنا بعض العالم بتقولك لا بده يقاف بده ضرب في جمل كف كفين يعني يعني الماشي هي مع أنه أبشع أنواع الضرب هي ضرب على وش من المحرمات يعني بيقولك الدابة لو تضرب على وشها فكيف الإنسان؟ يعني أنا صدم صلاة يعني موضوع الضرب هذا موضوع يعني لا جدال فيه ولا نقاش الضرب قولا واحدا الضرب بيؤذي شخصية الطفل بيهنية يعني خلص يعني هذا الطفل بس يعني بس تعرض للضرب فقط شخصيته فقط ثقة بنفسه كره أهله صار انطوائي ممكن تسبب له على فكرة ممكن تتطور الأحوال معه لا ممكن لبعض الأوقات ممكن تسبب له تأتأة ممكن تسبب له تبول لا إرادي في حال حالات التطور يعني هذا موضوع الضرب هو هذا موضوع خطأ جسيم نحنا المفروض نبعد عنه طبعا ما راح نحكي ما راح نستشهد كتير بدول برهم يعني إذا بعض الحكومات إذا بتعرف أنه الأهالي عم تضرب أطفالها بتاخذون منهم طبعا فموضوع الضرب هو موضوع هاد يعني لا جدالة فيه ولا نقاش اليوم في بعض كمان الآراء اللي انطرحت اللي هو أنه أنا بحرمه بحرمه من الشي وبعدين بيجي بيعتذر وبعدين بقول له يلا لا بقى تعيده هلأ نحنا اليوم كتير ضروري كتير ضروري أنه حتى لما أنا بدي أحرمه من الشي شو هو الشي اللي بدي أحرمه بالتحديد يعني أنا اليوم مثلا هو ما ضب ألعابه فأنا بدي أحرمك من ألعابك لمدة كذا تمام لأنك ما ضب بيته أنا كتير ضروري إني إشرح له ليش أنت حرمت منه هلأ في بعض الآراء تفضلوا اللي هو أنه أنا حرمانه من المصروف حرمانه من المصروف هو خطأ كتير كبير لأنه بالنهاية اليوم إذا أنت حرمته من المصروف هو شو رح يعمل؟ هو اليوم رح يطلع على المدرسة وهو ما معه مصروف بس في غيره معه مصروف وبدو يشتري فأنت اليوم بتكون أنت عم تعمل شي بس أنت بتكون عم تفتحه على شغلات تانية وعم تحرجه يعني عم تحرجه قدام رفقاته ممكن تدفعه له شغلات وهي ما أنا صحيحة ممكن يسرق يأخذ من رفقاته يحتاج من رفقاته يتدين من رفقاته وهون أنت بتكون عم تعكس شغلات سلبية الحرمانة من الأمور المادية هو أمر واضح وبشغلات معينة يعني أنا فيني اقتطع جزء من مصروفه جزء من مصروفه فيما لو كسر شغله بالبيت يعني أنا اليوم بيجي أنا بقول له بقول له أنت كسرت مثلاً هاي الكاسة أو كسرت هذا الجهاز فأنا اليوم رح أقطع من مصروفك مثلاً 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 شو ما كان خمس ليلات أو جزء صغير من مصروفك ليه؟ ليه؟ منشان يقول له أنه أنت هدول لأنك أنت كسرت هذا الجهاز وطبعاً غالباً أنا يعني ما بفضل هاي الطريقة ولكن هاي بتحسسه بالمسؤولية يعني هذا الشي بيحسسه بالمسؤولية أنه أنا أخذ جزء من مصروفك لأنك أنت كسرت هاي الشغلة بالمنزل أما حرمانة ومصروفه أكيد هلأ يمكن كمان نحنا تربينا هلأ عم نطلع على أساليب تربية حديثة ما كانت على زمان خلينا نقول كانت عادات وتقاليد مثل ما قالت نوري يمكن الأهل العائلة كلها تدخل بتربية الولاد اليوم صار في تحديث واطلاع خلال الإنترنت يمكن كمان والدراسات الحديثة اللي طرأت على التربية الحديثة وأساليب جديدة فعلاً كنا نحنا نتبعها كانت غلط يعني أننا مثلاً قصص قديمة كنا نتبعها غلط اليوم خلينا نحكي أهم النصائح لدولات شو لازم يعني يتبعوا خاصة أنه بتعلي خلاق الأمهات نصف عاملات صحيح في عندهم وقت عم يخلوهم مع مثلاً مربية أو بحضانة ما كتير وقتهم معهم كيف هي تتعامل الأمه هي الحالة؟ هلأ أنا بس بدي أتوجه للأهالي يعني بشكل مباشر خلينا نسميها اليوم معظم الأهالي بيفكروا أنه أولادهم هن فيهم المشكلة لا أنا بقول أنه يعني بنسبة كتير كبيرة من أهالي على مستوى العالم ما محقول على مستوى يعني البلد هنا في عندهم مشاكل بس لازم نكون نحن في عندنا قناعة أنه ابننا اليوم هو محتمل يكون في عنده قدرات مختلفة عن أخوه وعن ابن الجيران بدنا نحاول قدر المستطاعة نبتعد عن المقارنات مقارنات مع أولاد الجيران ومقارنات مع أخوه نحاول قدر المستطاعة اليوم للأهالي النقاش والحوار مع الأولاد هو أفضل طريقة اليوم ما فيك أنت بأسلوب الأمر والنهي لا تعمل لا تسوي حاول قدر المستطاعة أنا أبوك أو أمك بعرفي صلحتك أكثر منك تماما لا هذا غلط حتى نقاش مثلا بفوقهم المشاركة بكل شيء اليوم أنت طفلك بعد عمر سنتين أو ثلاثة سنين خليه شاركك بكل شيء اليوم حتى بغرفته بغرفته أنت لازم يشارك بترتيبة ما رح أقول تنظيفها ما فيك تقول له والله أنا بعرف من صحتك أنت أميل لا تعمل حتى لما بك تقول له يعمل أي شيء لازم تقول له ليش بدك إياه يعمل هذا الشيء لازم تشاركه بكل معلومة تنقشه بكل معلومة اللي ربينا عليه بنربي عليه هذا الشيء يعني هاي مقولة هي تحكى ولكن هي مقولة غير صحيحة هي الأخلاق اللي ربيت عليها هون تختلف ليش التربية تماما يعني تخلاق اللي ربيت عليها بس قدش فعلا هي مسؤولية اليوم تربية الطفل هي مسؤولية وتدخل مثلا المحيط مثل ما قلنا مثلا أحيانا ما تكون مؤسس صح واسلا بتروح الزيارة اللي عند أرايبينك بينضربوا لك كل شيء يعني اليوم تقول الولد الوحيد أو الدلال بيقول لك لا اليوم عندي خلص هذول القواعي بيدك تنصفها حتى في حال هاد الشي صار أنا آسف حتى في حال صار هاد الشيم انت ضروري كتير بعد هاي الزيارة إن كانت للأب مثل ما يسموها الجد والجدة هنن غالبا اللي بيخربوا الدنيا يعني فانت ضروري كتير بعد هاي الرجعة انك تقعد وتناقشه انه اليوم نحنا اليوم صار واليوم تيتا حكيت وطبعا أكيد يمكن تيتا لأنه الفترة اللي عاشت فيها هي غير الفترة اللي عاشنا فيها اليوم بس نحنا متفقين على مجموعة قواعد وانت أكيد ما رح تخالفها لأنك أنت أكيد نحنا أنا من خلال يعني تعاملي معك أنت ملتزم بهي القواعد أكيد والأهل شو ما زرعوا بالولد رح يحصدوله بعدين مية بالمية يعني هاي شغلة صار مبدأ عن كل عائلة مية بالمية أكيد دائما أولادنا يعني نخلقوا بزمان غير زمانة فلازم كمان نفهم هاي الأخطار ونتطور معاهم يعني نتطور بتطور هاي الأوقات أنا بدأت شكرك كتير أستاذ على كل المعلومات اللي عطيتنا ياهم نتمنى من الأهل يكونوا استفادوا كمان إن شاء الله يا ربي أكيد مثل ما قالت زينب يمكن اليوم مسئولية تربية الولد هي مسئولية كبيرة بس بالأخير الولد هو مراية لأفعال الأهل قداش قادر فعلا تحافظ على تربيته بالطرق الصحيحة هي مسئولية لجهون جيل بكرة هو المستقبل منتشكرك أستاذ محمود الخالد مدرب متخصص في حماية الطفل والصحة النفسية على وجدك شكرا جلالك